على طريقة أبو باقر الساعدي مسؤول القوى الصاروخية بالكتائب الذي اختالته الولايات المتحدة في شهر شباط الماضي شن الطائرة مسيرة مجهولة هجوما استهدف اجتماعا رفيعا لقادة في الفصائل العراقية واللبنانية والسورية بمدينة البوكمال السورية وعلي متوان يوز من مصادر عسكرية رفيعة أن طائرات مجهولة الهوية استهدفت مقرا لحرس الثورة بجانب مسجد الشريعة في دير الزورة أثناء الاجتماع وقد خلف القصف ستة قتلى على الأقل إضافة إلى إصابات عديدة من بينهم مدير مكتب الأمن الإيراني في البوكمال المعروف باسم الحاج حسن ونفى مسؤولون أميركيون أن يكون العمل العسكري من صنيعتهم وهو ما يرجح نظرية أن تكون الضربة من الجانب الإسرائيلي الذي يتابع القادة الميدانيين لإيران وأسفر القصف وفقا للمصادر عن مقتل قائد المنطقة المعروفة باسم الحاج عسكر وهو جنرال إيراني لعب دور رئيسيا ومهما في سوريا والعراق وكان من المقربين من قائد فيلق القدس السابق وعينته طهران مسؤولا على الحدود بين العراق والسوريا منذ عام 2019 وكان الحاج عسكر مشرفا بشكل مباشر على عمليات نقل السلاح التابع للفصائل العراقية بين البلدين والتي تجرى غالبيتها عن طريق معبر خارجة عن سيطرة الحكومة العراقية في مدينة القائمة وقد أدخلت عملية اغتيال أكبر قائد إيراني في سوريا الفصائل العراقية في حيرة سيما وأن القصف لم يكن داخل العراق ولكنه الأخطر من نوعه منذ حادثة اغتيال السعدي كما أنه يؤكد أن الحدود بين البلدين تخضع لمراقبة كاملة عن طريق الطائرات المسيرة والأقمار الصناعية وما يثير القلق أكثر هو إمكانية أن يتكرر هذا الاستهداف ليطال قادة آخرين داخل العراق ما يعني انهيار الهدنة التي بنيت عليها زيارة رئيس الوزراء المقرر إلى واشنطن وهو ما يعاقد المشهد أكثر ترجمة نانسي قنقر